بالنسبة لو انا عندي مغز او امسك و اكتافي و اصداع و عندي برد عندي برد ايوه ايوه او عندي انجزايتي اه عندي مسلا نقول ايه ضغط عالي ارق ارق اه في الحاجات دي بيديا بيديا اه قولون كل حاجات بيديا حمودة اه من غير مراحل الدكتور ازمة اه ازمة ازمة رابو مسلا ازمة رابو كمان تدخلت في ازمات الربو اه اه فوبيا 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 طب كل بقى الستات الحلوة اللي عندها اي حاجة من الحاجات دي هيقولك حالا اهو احنا راستينا راسته هنقولك حالا بقى هتمشيها بقى ازاي بسي هو في عندنا في الطاقة تلات تكنيكات الريفليكسولوجي والسوجوك والاكيو براشر الاكيو براشر هو هو الجسم زي ما شرحنا قبل كده في مسارات طاقة وفي نقاط طاقة النقاط الطاقة 365 نقطة ب12 مصار مسكيه من اول الدماغ لحد قدم رجلك وماشيين بقى في جسم كله وماشيين 365 نقطة 365 نقطة بيحصل فيهم قفلة زي مثلا في شوارع المرور شوارع المرورية العادية بيحصل العربية وقفت فالمرور بيحصل ايه في الدنيا بتقف ممكن الحاجة تبقى وقفة في التحريط وقف مدية نصر ليه لان فيه قفلة هو ده اللي بيحصل في الجسم بيحصل قفلة معينة مثلا ممكن تبقى القفلة في الرقبة توقف رجبتك فاهمت ازاي فتقولي رجبتي واجعيني فالأول اروح اول المصار الاول امسك الاول النقطة النقط بتاعت المصار من اوله فاشوف الرقبة لو في حاجة فيها بلوكة افتحها فلاقي الرقبة فكت افتحها افتحها بسباعك بسباعي بسباعي يعني ايه يعني انا بحرك الطاقة زي زي الاشارجي زي الراجل بتاع بتاع الاشارة اللي بيمشي الناس ويوقف الناس انا بعمل كده انا بامسك النقطة وروح محركها داير ميدور بحركة دايرية في المنطقة دي فلاقي فيه زي حموصية تحت ايدي الحموصية دي مع الدعك بالراحة حابة بحابة لايها ابتدت تخرج والرقبة هي مصدر لا مش الرقبة هي المصار الاولاني في البداية مع الدماغ هو مسارات مسكة كده هو لحد تحته من الدماغ لحد قدم الرجل مرورا بقى بالايد مرورا بالاعضاء الداخلية خلاص فاحنا الاساس كله هي النقطة دي النقطة دي اللي بندوس عليها بالاكيو براشر الريفليكسولوجي اللي هو كف الايد والرجل والوش والويدين دا جزء من الاكيو براشر فممكن يفك الجسم كله من الوش او من الويدين او من كف الايد او من قلم الرجل